المسح الجديد الذي أجرته هيئة الإحصاء في وزارة تخطيط إقليم كردستان حول مستويات البطالة ومستوى الفرد المعيشي يؤطي صورة سلبية عن الحالتين خلال العام المنصر فهي تواشر ارتفاعات غير مسبوقة لأعداد العاطلين عن العمل في حين انخفضت مستويات المعيشة إلى أدناها مقارنة مع الأعوام الماضية الأمر الذي يتطلب بحسب الهيئة عمل حكومي جد مع الجهات الدولية للحد من التدهور الاقتصادي الحاصل في هذا المجال ثلاث مؤشرات أصبحت هي الأمن الغذائي البطالة والفقر في الأقليم كلها مؤشرات تبين الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي الذي يواجه صعوبة هذه المؤشرات التي توقعها تصعد مواطنون كرد أعتبروا تقديرات الهيئة صحيحة في ظل وضعهم المادي المتأزم بغياب فرص العمل التي ولدت ظهور حالات اجتماعية سلبية داخل المجتمع الكردستاني منها ارتفاع جرائم السرقة والقتل وارتفاع معدلات الطلاق عدم وجود فرص عمل أثر بشكل سلبي على وضع المجتمع الكردستاني بشكل عام هناك جنوح نحو الجرائم وعمال السرقة من أجل العيش حقوق الاتحادي ما ترسل الموازنة فأثر على الشخص العادي والموظف وكل المقاولات والمشاريع وتوقفت رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان إقليم كردستان وضع الكرة في ساحة الحكومة التي تقاعست في إيجاد الحلول وفشلت في عمليات التخطيط للحد من المشاكل الاقتصادية كل هذا يرجع إلى عدم التخطيط لم تكن سياسة إقليم كردستان والعراق عموما حماية اقتصادها حماية الصناعة المحلية حماية المنتج المحلي يرى الخبراء في مجال الاقتصاد النظافة للقدرة الشرائية للمواطنين الكرد أثر سلبا على موضوع التنمية المستدامة بشكل عام تنمية المستدامة تعتمد على من له قوة شرائية لكي ينفق ويصرف البضايع حتى يخلق دخل لمنتجه ويتم توسيع وتنويع وتحسين عملية الإنتاج هاية أحصاء كردستان تدق ناقوس الخطر بسبب المستويات غير المسبوقة في أعداد العاطلين وبانخفاض مستويات المعيشة بشكل عام داخل الإقليم من أربيل يوسف المندلاوي الحر ترجمة نانسي قنقر